تبدأ الاستعدادات لشهر رمضان في قطر باكراً وتحديداً من النصف الثاني لشهر شعبان حيث تقيم النساء احتفالات دق الحبوب وطحنها التي تعد من الظواهر الاجتماعية الموسمية وتستغرق هذه العادة طيلة فترة شهر شعبان وفيها تشارك النساء الدقات والطحانات في طحن كميات كبيرة من القمح بواسطة الرحى لتلبية حاجات العائلات طيلة الشهر الفضيل وتنشد النساء خلال الطحن أناشيد مختلفة أبرزها هلا شعبان وهلا شهر الصيان وأشوف خل ثالث العيد مطروح تشتهر ليالي الشهر الكريم في الجلسة الرمضانية التي تنقسم إلى اثنتين واحدة للرجال وأخرى خاصة بالنساء وهناك وجبة خاصة بهذه الجلسة تعرف بالغبقة وتأكل بعد منتصف الليل وتشترك قطر مع باقي الدول الخليجية في تقليد رمضاني قديم خاص بالأطفال وهو القرنقعو الذي يقام في ليلة نصف من رمضان يضع الأطفال القطريون على رؤوسهم أو حول الخسر حزاما من اللونين الذهبي والأسود يعرف باسم البخنق ويتوجهون بعد صلاة العشاء للتجول بين الأحياء مرددين أغنية القرنقعو ويحصلون من الناس على الحلوة والمكسرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر